يبدو أن مياه الخليج العربي ستبقى ساخنة هذا الصيف ليس بسبب ارتفاع درجات الحرارة فقط بل بسبب ارتفاع مستوى التوتر الناتج عن القرصنة التي تمارسها إيران في أحد أهم الممرات المائية في العالم وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت من خلال بيان لها أنها تعمل على نشر قوات إضافية في الشرق الأوسط بما في ذلك الآلاف من مشات البحرية بعد المحاولات الإيرانية الأخيرة الاستداء على سفن الشحن التجارية وردا على محاولات طهران الرامية إلى تهديد تضفق الحر للتجارة في مديق هرمز والمياه المحيطة به بيان البنتاجون أكد أن القيادة المركزية الأمريكية ملتزمة بالدفاع عن حرية الملاحة في منطقة مسؤوليتها التي تشمل بعضا من أهم الممرات المائية في العالم القوات الإضافية ستضيف قدرات فريدة من نوعها إلى المنطقة من أجل دعم النظام الدولي القائم على القواعد بحسب تصريحات قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إيريك خطوة تأتي بعدما أعلن البنتاجون خلال وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيرسل طائرات مقاتلة من طراز F-35 وF-16 إلى الشرق الأوسط بالإضافة إلى المدمرة USS Thomas الصاروخية الموجهة البحرية الإيرانية كانت قد حاولت في وقت سابق من الشهر الحالي مصادرة سفينتين تجاريتين في مديق هرمز وخليج عمان وفتحت النار في إحدى الحادثتين على سفينة تجارية أكثر من عشرين هجوما نفذته إيران على نحو عشرين سفينة تجارية ترفع عالما دوليا في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية خلال العامين السابقين وهو ما يشير بحسب مراقبين أمريكيين إلى خطورة نشاط إيران العدائية والمزعزع لأمن المنطقة والعالم